السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا درس صورة الظوحة على الصفحة 45 من كدهة التربية الإسلامية لسنة الرابعة ابتدائي إذن قرأت في المصحف الشريف قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث إذن فسألت المعلمة عن معنى الآية فقالت إنها آية تبين مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة وما أعطاه الله تعالى من التفضيل والإنعام في الدنيا والآخرة وأن عليه أن يتحدث بنعم الله ويشكر ربه عز وجل وسنتعرف على ذلك من خلال سورة الظوح الآن مع سورة الظوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالم فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إذن عندنا 11 آية وهذه سورة سورة مكية فهوم؟ الآن يجب أن نحفظ هذه السورة الآن ما نتعرف على معاني المفردات لدينا الضحى وهو وقت ارتفاع الشمس قلنا الضحى وهو وقت ارتفاع الشمس سجى قلنا والليل إذا سجى أي غطى ضوء النهار بظلمته ما قلا أي ما كره وما أبغض عائلا ووجدك عائلا أي وجدك فقيرا لا تقهر أي لا تذل قال وأما اليتيم فلا تقهر أي لا تذله السائل وهو كل من يطلب مالا أو علما أو غيرهما معناه يسأل شيئا أي يطلب شيئا لا تنهر أي لا تزجره ولا ترده بعنف وشدة إذن هذا هو الضحى وهو ارتفاع الشمس قليلا نقول وقت الضحى وهنا والليل إذا سجى عند غروب شمس ويبدأ الليل في تغطية ضوء النهار نسميه الليل إذا سجى الآن مع أشيطة التعلم قال ضع علامة صحيح أمام الآيات التي تدل على عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك يتيما فآواك إذن هذا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ظالم فهدى أي وجدك ظالم عن طريق الحقك فهداك إذن هذا يدل على عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث إذن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة إذن هذه تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم والليل إذا سجى هنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالليل إذن لا تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى قلنا عائلا معناه فقيرا ووجدك ثقيرا فأغناك إذن هذه تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم في الصفحة الموالية قال أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ترده تظلم أنعم الليل والضحى أقسم الله تعالى بماذا الضحى والليل إذا سجى إذن في هذه الصورة أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وبالليل إذا سجى ثم قال لا اليتيم ولا تحقره لا تظلم اليتيم ولا تحقره لا تسجر السائل ولا خائبا إذن لا تسجر السائل ولا ترده خائبا ولا ترده خائبا وحدث بما أنعم الله عليك من النعم إذن ماذا تعلمت في هذا الدرس كانت عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغاره ومن صفات المسلم الصالح الإحسان إلى اليتيم والسائل الآن قال أكتب الآيات التي تدل على ما يلي قسم الله بالضحى أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى في أول الصورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى ثم قسم الله بالليل إذا أظلم الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا أظلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا أظلم أن الله لم يترك نبيه ولم يبغضه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلا أي ما كره وما أبغض ما ودعك ربك وما قلا وعد الله لرسوله بالعطاء الكثير بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فآواه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوا ألم يجدك يتيما فآوا أن النبي كان فقيرا فأغناه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا معناه فقيرا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينها اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته